مرحبا بكم في قناتي ببنو دوم عشان شاء الله يربي تكونوا كام بخير واليوم بكل حب جيت ندير معكم كنت تقولوا هذا اللسان قبلها تصليوا على النبي عليه الصلاة والسلام حبيبنا المصطفى وترى يفرج علينا قلوه امين هذا اللسان انا رحت نشره اللسان هكو على بالكم سان بقري انا شريط لنشتوش البوشي بري قطع حولي فينا مقص حولي دي غندل معلش سيبا كغاف هاهو او مقطع سمح نديرو شطيطها مع بعضانا شوفو هاهو بشتعفو بري دي سوره لسان ها لبو قبل هذه النصيحة من عندي مشغل من عندي معانت كبار ومن زمان وكلش هذا تكون ديرو للماء لاحظة الاساة تضيف الخل و تضيفها حسنا او قلوه نساعة حتى بنفس الماء حيث ان ان يسعفون و يفتعفون تضيف اللسان و غرورات و او مطبع و يدخل او ممكن اغناء معاني نجد قرعة الخل ونصفر الخل ونجعله يقعد لا يجب أن ننقي ونوجد وزاني ونعود نوليه ونضع في بالكم الخل يعمل بشيطة بالناء الزبدة لم أتع值ه deeper غير ه loan في الماء يجب أن نبضي البنَ عمل ح Architecture الزد نضع الزبدة سنضع البنَ نضع م من الماء ونضع ورقة عرند و ملح كما تشاهدون والثوم دعوه حتى يطيب و ملح سوف نضع لما نستطيع أن نموت على هذه المشطات حتى للسان و تعراس و يقولون بوزلوف نحن نعطي لها سواق سمطينة و نعطي لها الباشا سوف نموت عليها حطيتهم في الماء كما تشاهدون نضع معاه نضع برقة عرند نضع الثوم و نضع الملح و نقفل علي الكوكوتا نرى كما تشاهدون السان كبير ساعة ساعة و نصف هذا الماء صغر سوف نضع الماء و نحل و نرى نضع النقلاء و نرى هذه الطيبة نضع هذا نضع هذا يتنحل و نرى و نرى هذا يجب أن يتنح لدي الجسد لا يتكلم نرى 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 كما ترى كما ترى نرى كما نضع نرى نرى كما ترى يجب ان تكون معها نرى 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 لدي حميسة و هنا درسة فلفل الحار مختلف الماء والتوم لديكم الهرسوم سوف نرى كوكوتي صفيت المرقة نحن نضيفها نحن نضيف زبدة نضيف الزيت هذا يأتي بشوية مدمين لا شيء بشوية لدي درسة قمت بشوية ماء لا ينحرق نضيف الزيت ثلاثة فصوص لا يوجد الكثير من الزيت طومادية جديدة نضيفها نضيفها قمت بشوية قمت بشوية نضيف الزيت صغيرة قمت بشوية يجب أن نضيفها ثم نضيف الزيت ثم نضيف ثم نضيف نضيف الزيت لا ينحرق الزيت ثم نضيف نضيف الزيت نضيف المرمي حميسة لن أصل لبنينة ثم نضيف نضيف ثم نتخل ثم نأصل لبنينة ثم نقل ثم نضيف ثم نقبل نضيف نضيف انا اجبت مرقتي ارى كيف نضعها في الماء والخل سوف نضع المرقة بيضة لا تقوم بيضة نضع المرق نغطيهم هذا المكان ونغلق ونغلق نضع طاولة التقديم سوف نضع المرقة نرى كيف نضع المرقة سوف نعرجع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر